الرجال يتحولون إلى مطلقات وأرامل عند وزارة العمل والشؤون الاجتماعية 150 ألف رجل ادعوا أنهم نساء عند التقديم قصة غريبة كشفتها الوزارة بعد التدقيق على الاستمارات المتقدمة لشمون بالحماية الاجتماعية بعد قرار الحكومة بفتح التقديم للنساء حصرا للظفر بالإعانة خلال هذا العام من خلال عمليات التدقيق المستمرة التي تتخذتها الوزارة بمقاطعة جميع بيانات الوزارات المختلفة وكذلك بيانات المتقدمين تبين وجود 150 ألف هم من غير المستحقين بالتقديم من الرجال قدموا على فئات النساء لغرض تمرير شمولهم بالحماية الاجتماعية لكن تم الكشف عن عمليات التجاوز الخاصة بالمتقدمين وعمليات التدقيق ما زالت مستمرة الحادثة هي قصة واحدة من قصص التجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية فالوزارة تقول بأنها استردت أكثر من 170 مليار دينار أموال طائلة تم استرجاعها بعد كشف أكثر من 190 ألف متجاوز على إعانة الشبكة نحن لليوم بحدود أكثر من 195 ألف متجاوز على شبكة الحماية الاجتماعية بمبلغ 175 مليار تم استردادها خلال هذه الفترة الماضية ولحت هذه اللحظة نحن حتى نستفيد من هذا المبلغ حتى نمنح لأسر أكثر استحقاقا سيد الوزير السحسن وموافقة سيد الرئيس الوزراء للاستفادة من المبالغ المسردة تلاعب بالجملة يكشف تباعا عن المتقدمين والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية عمليات التدقيق كشفت بعضا من المستور وإن اكتملت تلك العمليات فقد تظهر قصصا أغرب وأدهى في الأيام المقبلة من راصمة بغداد بدر الركابي التغيير